السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام ها نحن في هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس ها هم الحجيج على عرفات الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى يتنزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله ونحن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل فيتنزل الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله فيسأل ويجيب لمن دعا سبحانه وتعالى وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة مشاهدين الكرام من هذا اليوم المفتوح نسعد ونشرف بفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي أديح الإسلامي مرحبا سيدنا رضي الله عنك وبرك في عمرك اللهم أمين شرف لنا والله الله يحفظك دكتور الحرير اللهم أمين دكتور عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا اليوم هو خير يوم من طلعت به الشمس وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ماذا تقول لإخواننا المشاهدين الآن الذين لم يقفوا على عرفات اليوم لكنهم يشاهدوننا وقلوبهم تتقطع شوقا بهذه الصور وهذه الفيديوهات التي يرونها من بلاد الله المبركة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يعني أقول أولا لمن هم على عرفات نعم هنيئا لكم الله اصطفاكم الله واختاركم واجتباكم وأكرمكم وجاء بكم إلى هذه الأرض الطيبة المباركة إلى أرض الرحمة لأنه يريد أن يرحمكم نعم إلى هذه الأرض الطيبة لأن الله هو الطيب يريد أن يعطيكم من فضله سبحانه وتعالى هنيئا لكم أيها الكرام الأحباب نعم وأقول الإخواني أن الذين لم يشهدوا هذا عيانا هناك جيدوا شوقا نعم أنا أعرف أن القلوب تتقطع شوقا صحيح والشوق هو الدافع والشوق هو الدافع قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فلو هوا قلبك وفؤادك رق بالنظر إلى هؤلاء ستبذل نعم ستبذل بأمر الله يجعله على لعل الله أن يجعلك واقفا على عرفات في العام القادم بأمره سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اصطفاهم واشتباهم الله جل وعلا قادر أن يشارك منهم يا رب لا أعلم لا أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو أرجى عندي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حين في مضى أكثر يوم عرفة بالعشي والنبي لم يلتفت إلى الناس مادا يده بالدعاء صلى الله حتى لما أراد أن يشرب شربة لبن دفعتها إليه مرأته تناولها النبي بيده ويده الأخرى مرتفعة صلى الله ولما تحرك خطامه ذابته نزل النبي وأمسكها ويده الأخرى مرفوعة والله مرفوعة بالدعاء أيضا نعم سبحان الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوشكت الشمس على الغروب نعم الشمس على الغروب نادى على بلال وقال يا بلالهم وأذنوا نبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أنصت لي الناس نعم أنصت لي الناس خلي الناس تواعد تسمعني عشرة مئة واربعين ألف صحابي سبحان الله وصوة النبي عليه السلام باللي بيوصله للعباس الله مش هيا عفو يوصل فقال يا بلال أنصت لي الناس وهنا دكتور عفوا الإعجاز من الله سبحانه وتعالى نعم أن ييجي مئة وعشرين أو مئة وعبعين ألف على اختلاف روايات ويجتمعوا ليسمعوا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الذي جمعهم ومن الذي أتى بهم ومن الذي جمع قلوبهم في هذا المكان ومن الذي جعل هذه الآذان وهذه القلوب تصغي لرسول الله في كل هذا المكان لا يوجد لا انترنت ولا مزياع ولا ميكروفون سبحان الله العظيم منه الكلام منه النداء وعلى الله البلاغ الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أنصت لي الناس نعم فقام بلال وقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد تنزل إلى عباده وباهي بهم ملائكته وقال إن الله قد غفر لأهل المعشر جميعا الله أكبر الله أكبر وتحمل عنه متبعات الله أكبر هذه الكلمة التي جعلتني أقول أرجى حديث عندي سبحان الله يعني مش المخشرة بس لا حتى التبعات اللي عليك يتحملها الله عظيم سبحانه وتعالى نعم أنا اغتبت فلانا لو خرج ما فيش بخرج إلا أنه يسمحني يوم القيامة حسنات سيئات نعم فيأتي يأخذ حسناتك فيقول الله عبدي أنا أتحمل عنه نعم وتحمل عنه متبعات فقام المسدد الملهم نعم رضي الله عنه وجزاه خيرا نعم أن قام هذا المقام قام عمر بن خطاب قال يا رسول الله أهذا لنا خاصة نعم أم للناس عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة صلى الله عليه وسلم فأرجى ما أسمعه في هذا اليوم نعم الله يا شيخ عمد يمكن هذا أكثر ما يدفعني أن أبذل ما أستطيع نعم لأصل إلى هذا المكان على أرض عرفات أن الله جل وعلا يغفر يغفر الأهل المعشري جميعا نعم دا لسه ما قاشر الطواف فاضة ولا السعي بين الصفة والمروى ولسه رمي للجمار نعم بس هذا الموقف بالذات حج عرفة نعم في العشي يغفر الله جل وعلا لأولئي المتضرعين المتنسكين السائلين الله جل وعلا يغفر الأهل المعشر جميعا ويتحمل عنهم التبعات سبحانيئا لكم أما من لم يشد فأعزاؤك يا ليتني كنت معهم نعم فأفوز فأفوز فسنعظيم وإن قيلت من المنافقين لكننا تمثلوا أن نكون مع المؤمنين نعم فهؤلاء الذين سبقونا لعل الله أن يلحقنا به الله فالعبرة بالصدق قبل سبق نعم فلو صدقت مع الله جل وعلا قادر أن يعطيك الأجر نعم شريطة أن تكون قد صدقت وهممت بعد النية نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال صلى الله عليه وسلم بالنيات يبقى يبقى في نية بعدها عمل العمل لازق فيها نعم مش هنا ناوي وخلاص ما عملش أي حاجة لقدم تأشيرة ولا طلع الجواز أصلا ولا جاب فلوس ولا عمل جمعية ولا حول لأ ابذل وإنحيل بينك وبين الحج بنيتك وعملك النبي قال من هم هم يعني يعني عمل أي حاجة واحد بيقوم من الأرض ومش قادر رجل كبير في السن فأنت بتأومه طب إنت بش قادر تشتري فبتقول له هم معي حاجة نعم هم يعني يعني ابذل أي حاجة أي نعم فالله جل وعلا يريدك أن تهم بأي شيء إنك تبذل أي شيء لو صدقت بالهم والنية التي يعقب وأي عمل بذل الأسباب كما تفضل بذل أي شيء الله قادر أن يكتب له الأجر عنا وطول أما ما لم يشهد عرفات فلعل الله جل وعلا أن يعطيك بديلا عن ذلك هؤلاء يغفر لهم ثم أنت هذا اليوم يغفر لك هذا العام كله والعام الماضي كله نعم يعني لغاية لما يجي الحج الجاي لغاية عرفات الجاي مغفور لك مقدمة نشاء الله ومن الآن لغاية من العرفات اللي قبله مغفور لك زي ما فضلتك أوضحت أبي كده فرصة عظيمة قد تتهيأ لك مرة أخرى يعني الله أعلم حديث الأبي قتال دفعه مسلم قال الصيام ويوم عرفة أحتسبوا على الله أن يكفر الذنوب سنة الماضية أو سنة المستقبل سنة باقية أو سنة المستقبل نعم فذنوب سنتين والله شيكا أحمد مع أن صيام يوم عرفة مستحب نعم استحبابا مؤكدا أنا بقول مستحب سنة مش فرض زي رمضان نعم لكن والله شيكا أحمد لما بمشي في الشارع ألاقي واحد مفطر في يوم عرفة آه بديزعل حيث كيف مفطر رمضان أي صحيح صحيح أي دكتور أحمد ما مش فرض نعم أنا بأكد لكن أنا بستشع إزاي تفوت صحيح صحيح ظنوب سنتين تغفر اللي فات واللي جاي يعني حتى لو أنت ما قد لكش فرصة المغفرة في الآيام الجاية مغفر لك مقدما نعم عاوز يفتر من كده مم فمن الأعمال العظيمة في يوم عرفة إذا كان الله جلل وعلا يباهي بأهل المعشة لأي هناك كما قال النبي أعسام ما من يوم في صحيح مسلم حديث ما من يوم أكثر أن يعطيك الله عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو نعم ثم يباهي بهم ملائكة وفيقول ما أرد أولاء طب ما أنت هنا أقول ما أردت لربك تضرع إليه أقول له أنا عاوز كذا يا رب نعم أنا محتك لك في كذا يا رب تضرع إليه تحاكي فعلها أولاء لإن كان هؤلاء يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك ويكثر من التلبية عندك بديل أكثر من التكبير والتحميد والتهليل الدعاء لأن كان هؤلاء تغسلوا ذنوبهم فاغسل أنت درنك اغسل ذنوبك تطهر من قطاياك تعد عن المعاصي اغتسل على فكرة من السنن المهجورة الاغتسال اليوم يعرف الاقتسال حتى لغير الحاج لغير الحاج وللحاج والحاج نعم يعني سئل علي ابن أبطول كما عندك بيهقي جاء رجل وسأل علي ابن أبي طالب قال أسألك عن الغسل فقال عليهم أغتسل كل يوم نعم نظافة يعني الطهور شطر قال إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل يعني أعني الغسل الطاعة نعم السنة قال أغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر إلي الاقتسال المستحبة اللي عليها أجر نعم يوم الجمعة يوم العيدين ويوم عرفة لأن عرف عيد أصلا بالنسبة لنا فالحمد لله فمن أعمال الصالحة التي تعملها في هذا اليوم كما ذكرت حديث النبي الدعاء أفضل الدعاء يوم عرفة حديث عند أصحاب السنة حسن الشيء البني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وفي حديث آخر وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفي زيادة برضو حتى عرفها كثير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد بيده الخير وهذه أيضا ثابتة في سنة ثميسة صلى الله عليه وسلم فأنت بالآن بتذع أو عرف إن الخير بيد ربه سبحانه وتطلوبه منه خير إباه خير الدنيا والأخرة خيري الدنيا والأخرة فاطلب من الله جل وعلا تضرع والله يا دكتور رحمتنا والله لا أذكر أني دعوت دعاء في يوم عرفة وأنا بعرفة إلا واستجابه الله الله أكبر ما في دعوة الله أكبر إلا واستجابه الله الله أكبر كان السلف الصلاة يدخرون الدعوات ليوم يعرفها هنا تستجاب الدعوات هنا تسكب العبرات هنا تقترب من رب الأرض والسماوات هنا تنزل الرحمات هنا تعطى الأعطيات فما ظنكم من هؤلاء فالله جل وعلا يستجيب الدعاء يبقى الأعمالة هون عشان يبقى واضحين أكثر من الدعاء من اللي انت عاوسه دنيا والأخرة يا أخي ابنك اللي بزهاءك وبشرى مخدرات الدخل اليوم ده يقول يا رب يقول يا رب يا رب الله ما إني عجزت كلمة الفضائر بن حياط الله ما إني عجزت عن تربية ولدي فربه لي يا رب بنتك اللي بسحجاب وزوغتك اللي مدمنة أفلامه يا رب أصلحها لي يا رب فاستجبنا له وهبنا رياحها وأصلحنا له ربنا قادر يصلح لك في لحظة نعم الإمام المهدي الذي سيحكم الدنيا بسنة النبي على السلام ويحكم الدنيا كلها يحكم الدنيا كلها النبي عليه السلام قال في حديث يصلحه الله في ليلة ربنا قادر يصلحك تضرع إلى الله بسنة مش كلها بقى دنيا نعم بسنة الرجل طالح فلوس 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 نعم دخل الأكرى بقى يا رب مكفرة يا رب عفو يا رب ستر يا رب خليني صالح بأفسط عبارة نعم يا رب اقعاني حلو نعم يا رب أنا وحش خليني حلو نعم أفسط شيء طلع اللي في قلبك لربنا نعم ناجح كلمه صاحبه شو أنت بتقول الله ما أنت الصاحب هو في السفر نعم كلم ربك قولي يا رب أنا غض أنا أنا يقست من نفسي إنما منك لا يا رب أنا وحش أوي بس أنت قادر تردني إليك نعم يا رب نجحني يا رب وفأني يا رب الجنة تضرع إليه الله جل وعلا قريب منك الآن نعم قريب من عبادي الآن فتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء الله جل وعلا يقبل منك ويعلم ما في نفسك كل ما يريده منك أن تتضرع سبحانه وتعالى لعله أن يرحمك لعله أن يعتق ركوتك من النار إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عدق أبراري وأنت يا خالقي أولى بذا كرما لقد شبت في الرق فاعتقنا من النار كان حكيم بن حزام يخرج في هذا اليوم يوم عرفه ويعتق رقابا من النار لا سألنا يقول أنه كل هذا الرقاب قال رجاء أن يعتق رقابته من النار الله أكبر قادر أن يعتق رقابته من النار تضرع إليه أن يعتق من النار أن يكتب لك السعادة في الدين والدنيا والآخرة دعاء هذا العمل الأول والعمل الأعظم في هذا اليوم الثاني كثرة التهليل والتكبير والتحميل ما هذه من الأيام اللي ربنا بيحب بفعل ذكر حتى في يوم عرفة يكمل لا يتوقف عن التكبير الحجاج وذات الحجاج الله أكبر الله أكبر بالتثنية أو بثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أو بالواو لا إله إلا الله والله أكبر كل هذا ثابت أكثر من التبيه خلالها تطلع من قلبك وكما ذكرنا امشي في الشوارع قول للناس وإن كنت لا أريدك أن تكون في الشوارع يوم الوقفة اللي هي وقفة عرفات عندنا في المصنف اسمه يوم الوقفة أجازة ولا مش أجازة خدت أجازة من الشغل ربنا يريد يفرغك يا أخي تفرغ لربك بقى سبك بقى من الشغل ومعليش الست اللي بتوضب بليل تلعيد وضيع يوم عرفة علشان توضيب ووضب قبلها بيومين ثلاثة وخلي اليوم ده تربينا تفرغوا لإله الله جل وعلا يتوددوا إليكم الله جل وعلا يهرغل إليكم الله جل وعلا يتنزل إلى عباده الله جل وعلا يريد مغفرة عباده ألا تريدون ربكم خدوا فرصة اللي يعتكف في المسجد يعتكف اللي يعد في قطه قطه اللي يقف المحمول اللي يلغي الفيسبوك اللي يقفل الواتس تفرغ لربك خلي اليوم ده ربنا والله هيغنيك هيسترك هيشبرك يا ابن آدم تفرغ لعبادتي طالله يوم كده ربنا قالص يا ابن آدم من الفجر إلى المغرب تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك يبقى الدعاء كثرة التكبير والتحميل والتهليل التفرغ لعبادة الله جل وعلا سبحانه وتعالى الاغتسال الاغتسال صديقات يوم معرفة نعم وبقية الأعمال الصلاة تعمل املأ اليوم كله بالطاعة نعم من أفضل الطاعات وهي التي تملأ اليوم يعني ما فيش طاعة هتعملها تملأ اليوم كله نعم إلا الصيام يعني هتصلي وفي وقت فيك هراه نعم هتصلي وهتسكت شوية هتصدق بصدقة بس هتصدق طول اليوم نعم هتتمر أمك هتتقدم جارك هتطعم مسكين كل دي حاجات في أوقات نعم إنما الطاعة اللي ملت اليوم كله من الفجر المغرب ما هو يوم عرفة من الفجر المغرب نعم الطاعة اللي ملت اليوم دي كله حتى لو نمت شوية حتى لو رحت شوية حتى لو غفلت شوية حتى لو أذنبت بس انت متنبس بطاعة الصيام فأوعد فوت الصيام في هذا اليوم صحيح سأل الله تعالى اللهم أمين دكتورنا يا حبيب يعني سألين الله سبحانه وتعالى أن يغفل لنا في هذا اليوم العظيم المهيب فأنا كتبنا وإيكم المقبولين يعني هناك من يقبل على الله سبحانه وتعالى بالحج أو يقبل الله سبحانه وتعالى بالصيام والطاعة فيه ومعرفة لكن قد يكون متلبسا بمظالم ببعض حقوق العباد حيانا في بعض المظالم يغفل الناس عنها أخ مثلا أكل حق أخوه أكل حق أخته أخ مثلا وقع في غيبة أخيه أو في قذفه أو في سبه أو شتمه أو وصفه أمام الناس بشيء وهو لا يعلم أن هذه حقوق مظالم يعني سيقتص هذا العبد منهم ماذا تقول لكل عبد في يوم عرفة كي ينجو من حقوق العباد وكي يتحلل من مظالم العباد ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وهو معافى من هذه المظالم أقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم استغفر ربك استغفر ربك وصم هذا اليوم تغفر لك ذنوب لكن الكبائل تحتاج إلى توبة نعم يقبلها الله أشد القبول في هذا اليوم سبحانه وتعالى أما حقوق العباد لكم يا من أنتم تسمعوني الآن بعيدا من الحجاج فلابد أن تتبرأوا منها نعم لابد أن تبرأوا وهذا من عدل الله يعني فلان أنا كتبته أعمل له إباه لابد أن يسامح سبحان الله لكن ما تقولوش أنا كتبتك طب اللي أنت واقل حق المادي ابن القيم يقول إن كانت الحقوق معنوية فردها معنوية نعم إنك تطلب منه السماح أه واختبته قلت كلمة في حقه أعملت حق أما إن كانت حقوقه مادية فلابد أن تردى إليه نعم يعني خد منه فلوس سرق منه حاجة طالب كان بياخد عند الدرس ودهك عن المدرس خد حساطين وما تدروش الفلوس في رأبتك في رأبتك رجع له تمن الدروس نعم واستسمحه طب أنا مكسوف مش قادر بتقوله فلوس وظرف وكتب له ده كان دين علي لك سامحني ومن تحت العربية بتاعته ولا تحت البيت بتاعه ولا تحت السنطة بتاعت الدروس بتاعه لابد الميراس اللي أخدته ما تقولش بقى أنت يا الله ربنا يغفر لي وسمحني رد الحقوق إلى أهلها لابد أن تؤدي الأمانات إلى أهلها فلان اللي سلأ فلان واخد من فلان أنا والله بيدعي لهم ربنا يغفر لهم لا حقوقه لابد أن ترد وإلا نبع السلام قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللوا منه قبل أن يكون ألا يكون دير هامون ولا دينار نعم بأي وسيلة تصلوا سلام الله فودفون كاش ولا مش عارف الأسماء اللي طبعا دي نعم أي حاجة تصلوا بأي طريقة بأي طريقة نعم لابد أن توصل له حقه وتطلب منه السماح ضمنيا الظلم الظلمات الدكتور الظلم الظلمات نعم لابد أن ترد إليه الحق وإلا فهناك قنطار حتى لو نجوت من الصراط بخاري حديث أبي سعيين شوف الألفاظة للدكتور رحمد نعم إذا خلص المؤمنون من الصراط شوف خلصة يعني إيه أخينا خلصت من الصراط بعد الصراط يبقى الجنة الصراط مضروب على متن جهنم فقه جهنم والشفير هو سبعين سنة سقوط والشفير النار تلقى فيها الشمس والقمر الشمس اللي هي قد الأرض كم مليون ناس تتقطب بالخطاطيف شوف يبقى الصراط ده قد إيه الشمس هتتلمى فيه يبقى الصراط ده طرق ده وهتمر عليه يتمر عليه في يخرص المؤمنون من الصراط والنبي على الجنة بالتاني بيدعي لهم اللهم سلم سلم نبع سلم قال ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم بيدعي لك أول ما تخلص الصراط وتنجي بقى خلاص لا لا إذ أخلص المؤمنون من الصراط حبسوا شوفت الألفاظ خلصا حبسوا لا استنى مش هتخلص الجنة استنى حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم سبحان الله حتى إذا نكوا وهذبوا مش هتخلص الجنة إلا ما الحقوق تردها وتنقى منها وتهذب منها حتى إذا نكوا وهذبوا دخل الجنة هنا يظهر الإفلاس عدى من الصراط والجنة قدامه لا في قنطرة الأول استنى إنت قلت لكلمة إنت مش عارف قلت عني كذا إنت خدت مني كذا طب هات الحقوق كل وقت طب المسامح الكريم بقى والجنة قدام لا أنا أعتقدك حسنة طب إنت درجة عالية في الجنة عاوز أعلى منها طب أنا لابنت خدت مني أقع في النار مش مسؤول لابد هنا يظهر الإفلاس ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا سفق أدم هذا وأخذ عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته لأنه عنده حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ما سابوش عنده حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار بعد ما عندك منه يرجع ويترمى بها تاني وكوك الابنت وهذا عدل الله نعم لحديث المرعب يا دكتور حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث فينا أبي الزر الغفاري نعم لما رأى شاتان تنططحان نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الزر أتدري فيما تنططحان قال لا أعلم قال ولكن الله يعلم نعم وسيحكم بينهم أو سيقضي بينهم سبحانه وتعالى حديث مرعب يعني حتى الشاه فكيف بالبشر يعني أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي غلمانا نعم خدما عبيدا وهم يسيئون إلي وأنا أضرب دام نعم أسائل إلي فضرت فكيف أنا منهم يوم القيامة فقال النبي عصام يؤتى بك وبيهم يوم القيامة إن كان ضربك إياهم بإساءتهم كان كفافة نعم يعني الخبطة تساوي الإساءة بالضبط يبقى كفافة وإن كان ضربك إياهم دون إساءتهم كان لك وإن كان ضربك لهم زيادة أو فوق إساءتهم كان عليك نعم يعني معلش يعني في ضرب المثل ده نعم واحد شتم واحد مم شيتما اللي ما صرب عند المصنين يقول له أنت حمار التاني بيرود ده يقول لي نعم ما بيرودش أنت حمار مم بتبقى أصعب ما بتبقى يعني والمفتعل بلك هو لو قال له أنت حمار لازم يقول له بنفس الصيغ ما يعلي الصوته ولا يزيد عليها مم ما يشوحش هو بيقول يقول له أنت حمار ده لو رد الإساءة بإساءة مثلا نعم لقد قال له ده ستين حمار مم مم معلش يا بقى مديون بتسعة وخمسين حمار تسعة وخمسين شرمة صح هو ده لا زيادة نعم 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 فخار الرجل الرجل يبكي وقال إنهم أتقاءوا لله الله ما قدرش أقف الدم ربنا نعم نعم والكان بيخدمني بسحني الإزاء وبيلمع للسيارة يزبقني للجنة وأتحبس على النار نعم نعم ما قدرش فأعتقهم لله الزجل فالقنطرة لتقاص المظالم نعم إياك أن تلقى الله جل بمظلمة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ دمنا الصحابة يقول من كانت له مظلمة عندي فليتحلله مني نعم النبي نفسه عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ما له نعم إيه نعم فالله سيئة وعلى عدل وهذا من عدل نعم وإلا أن واحد حرق قلبه واحد على فلوس نعم وسرقه منها واتمتع بيها وصيف بيها وسافر بيها واشترى بقى عربية وفي الأخير قالوا يا رب سمحني والتاني مات بالجلطة عشان يفروس راحة منه ومات بعاشته العمر بقلب تعبان ويقول لك راست المسامح كريم وربنا يغفر لبقى وانا هاستغفر ربنا وحج لا رد الحقوق الى اصحابها وإلا فالقنطرة والإفلاس وحديث النبي صلم يعني ومطعمه وحرم وشربه وحرم فأنه يستجاب له يعني حتى الدعاء محجوب فلا يصل الى السماء نعم الله يعفو عنه وانكار ربان من الأعمال العظيمة في يوم يعرف أن تتحلم من مظالم أن تتوب من الذنوب أن لا تقع في الذنوب من الأعمال الصالحة أن التقصير اللي انت فرط فيه أن تحوضه أن تصلحه تقصيرك في حق ورديك تقصيرك في حق الجيران تقصيرك في حق زوجاتك وأبنائك زوجتك اللي انت صالمها وأذيها ومنقصر في حقها لا تسمحك والعاقل القوي الفتي هو الذي يتنازل لأجل أن تسمحه زوجته زوجته هي دي اللي كشفاك وعرفاك خلها سمحك خلي زميلك في العمل اللي انت كتبت فيه مزكريت سمحك خلي جارك اللي انت عملت منه حاجة ولا أزيته حاجة ولا قلت له كلمة حاجة خليه سمحك لا بد أن تستسمح الناس حتى تقفى الله جل وعلا يعني بريئا من هذه الذنوب اللهم أمين اللهم أمين دكتور الحبيب دكتور عبد الرحمن الصاوي جزاك الله خيرا ورضي الله عنك ورزق أن الله هيك الوقوف بعرفة يا رب اللهم أمين دكتور عبد الرحمن السؤال الأخير في الحلقة أنا أعلم أن دكتور عبد الرحمن في الأعوام الأخيرة كان موجودا ببيت الله الحرام في حج ببيت الله الحرام. لكن اه لم يقدر الله للدكتور عبد الرحمن الحج فماذا يفعل في يوم معرفة? يعني جدول جدول الدكتور عبد الرحمن. والله يا تسلام انا انا كلك. انا اريد ان اوضل للناس على الخير. انا اريد ان يكون اليوم لله. نعم. فانظر اقرب حال لك الى الله. وانت في المسجد ولا انت في البيت. نعم. في واحد اني يقفر العباب بالقوضة ويخلط روك. مم. في واحد اه العيال بيشووشوا عليه. يبقى يقعد في المسجد. نعم. في واحد اللي قعد في المسجد الناس بتسأله وبتكلمه. يبقى يرقه. حتى بعيدة. مم. فكل من حسب حالي. مم. انا واحبه. يجوز تعتكي في المسجد في اليوم ده? اه يجوز. نعم. في غير رمضان اه يجوز. مم. يعني يجوز اخلو من الفجر اصال الفجر. فانا انصح. اذا اذن الفجر. ادخل اختسل. مم. مع الاذان. نعم. يبقى انت عملت السنة الاولى. مم. المهجورة اختسلت في يوم العرب. مم. ومجهز انت ثوبك من قبلها. مم. ومريح نيم بدر قبلها. مم. عشان تفضل يوم كله لله. نعم. صلي الفجر. واحد في المسجد. مم. ونياتك ان هيتخارج تصلي الفجر. والظهر والعصر والمغرب. مم. اه 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 تصحر وانت صاهم. نعم. ما فيش بقى حاجة لا تشرب. مم. ولا تاكل. واحد في المسجد. مم. اختم الكرآن كله. مم. اقرأ عشرة اجزاء. ما شاء الله. اقرأ ما تيسر. نعم. ويه. وتعود رحمة حاجة بيوم عارفة بتكون في المسجد ولا في البيت. ما انا اخل لك كل واحد الوحدة. عشان ما ما يبقاش تلاقي اتزام من الناس. لا مش اتزام. لكن اود انا اتعرف على احوال الصلاحين يعني. احسبك احسبك منهم يعني. والله انا 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 ادعو الله ان انا حجه كل سنة. ما شاء الله. ادعو الله. نعم. انا اقعد في مسجد. نعم. اقسل مسجد عشان عندي اطفال صغيري ممكن آآ هنشغل بيهم. نعم. عشان واحد هيسألني بس انا بصراحة يعني عمليا. مم. بروح مسجد. فاضي. اه. مسجد بعيد. نعم. مسجد الناس بتصلي فيه قليل. مم. عشان اللي هيقابني هيسلم علي ويتكلم. العاد تتسلم على كل واحد بس. آآ لا ده كله بقربين. نعم. نعم. ده تفرغ. مم. انت واخد اجازة الشغل عشان عشان تقعد. صحيح. انت تفرغ. فانا بروح مسجد بعيد. مم. بقولش الناس اعتجفون. فانا بقعد مع نفسي. مم. آآ اكتسل. اصوم. ادخل اقرأ قرآن. افرغ. وما فيش مانع تريح. ساعة. آآ. صلي بتضحى النهاردة تام ركعات. نشاء الله. يوم عرف. كل مرة اتنين ولا اربعة. صلي النهاردة تام ركعات. مم. آآ. تسبيح. زود النهاردة. نعم. ما اجتهد انك تبرى اباك وامك. مم. جاهز لامك الفطر. اقول لا الفطر هدية من النار. نعم. نعم. روح اتصحر معها. مم. هتلاه دية في هذا اليوم. مم. سامح. دي من افضل الطاعة التي تطعم. مم. يعفو عن كل مسلم. سبحان الله. يعفو. يعفو. حتى عمن ظلمه. عمن ظلمه. نعم. الله ما يقوله واشهدوك. نعم. اني عفوت عن كل مسلم. مم. ظلمه مسلم. مم. كان امام احمد محمل. لما دخل على قصر معتصم او غيره. فقال له سامحنا يا امام. مم. ظلمناك وعزبناك. سامحنا يا امام. قال والله لقد سامحتك. مم. قبل ان ادخل قصر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ومن الذي ظلمك احمد يعني رحمه الله. ثم قال امام احمد كلمة. نعم. والله رسمت حياتك. نعم. قال ما سرني او ضرني انه عذب اخي بسبب. سبحان الله. انه هتعذب بسببه. مم. طب ما انا اعفوه. اجري هو هو. نعم. يعني لو ما سامحتوش. ربنا هيجيب لي حق منه. نعم. ولو سامحته اجري هو هو لأ اكتر. نعم. وهو ربنا افعل. امم. انا 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 قلت في حق ايه ربنا كم مرة. بصلت كم نظرة وليسه برضو عاوز اخوش تير فردوس. نعم نعم. قلت كم كم مغرط ولسه عاوز ادخل نجانة بردوس. هتجي تقول لي فلان هو اللي ورد في حق ايه. هو اللي بدأ. وقلت مرة واثنين وثلاثة. وانت وردت في حق ايه ربنا مرة واثنين وثلاثة. وانت اللي بدأت بالغلط. نعم. ولازلت غطل من الله العفو. نعم. تعفو يا اكتر. والله لا اجد فيها غضاضة. مم. ولا صعوبة. واجدها سهلة. يا رب. انا عفوت عن كل مسلم. مم. فاعفو عني. يا رب. فاعفو عني. اللهم فيها اعفو. لعل الله اني اعفو عنك. كما ذكرت الحكيم ابن حزام. كان بيعتك الرقاب عشان. مم. يعتك الروض من النار. الزاء من جنس العمل. نعم. فاعفو عن كل مسلم. وما تحاولش الشيطان يفكرك. مم. طب ولي سرأك. طب ولي حرق قلبك. مم. طب ولي خد البنت اللي كنت كعطبها. ما تخلوش يفكرك. مم. اللي سرأ جزمتك الجديدة من ما 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 حسنا لو فكرك. مم. قلبك هيغن. نعم. لأ. كلمة واحدة يا رب. اشهدك. اني سمحت كل مسلم. وانس الموضوع. خلاص. واشغل نفسك بالطاعة. وبالعبادة. كثرة التوحيد. كثرة التكبير والتعميد والتهليم. كثرة الدعاء. الاقتسال. الصيام. بر الوالدين. العفو عن كل مسلم. جملة اعمال الطاعات. جملة اعمال الطاعات. وياك ان تعصي في هذا اليوم. نعم. اياك ان تعصي في هذا اليوم. نعم. حتى لا تحرم الخير الذي ينزر على كل الناس. مم. على كل المسلمين. نعم. على كل المسلمين. ده لما رشو الخير واحد وسطنا سخيرين. هن القوم اللي يشكوا بيهم جلسوه. jed عم الله. اياك بقى انت تعصي وتقبل على ال تقبل على اليد. اعرض عن الله جل وعلا. فيعرض الله جل وعلا عنك. نسأل الله تعالى. ان يقدر بقروبنا اليه. اللهم امين. الظ liksom هذا اليوم وانا الا وقتغفر لنا كل ذنوبنا. النهاية الله مامين. الله عفى عنا كل خطيانا ونسأله جل وعلا أن يتابع لنا جميعا بين حج والعمرة ويذيم علينا نهمة الحج والعمرة وتقبل منا حج والعمرة اللهم إنا نسألك أن توقفنا على عرفات حتى نقاف اللهم اجعل لنا قرارا بعزة وقبول ومغفرة وسعة رزق وعتق من النار نحن وجميع المسلمين المشتاقين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا جميعنا في هذا اليوم ولا تفوت علينا هذا اليوم إلا بمغفرة وعتق ورحمة وعفو بكرمك يا أكرم الأكرمين يا كريم كرمنا يا عفو وعفو عنا يا تواب ذب علينا يا رحيم وارحمنا يا ستير سترنا يا جبار رجبر كسرنا يا جبار رجبر كسرنا اللهم تولى أمرنا وانصر إخواننا وارحم آباءنا وأمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نحسن الظن فيك فأعطنا فوق سؤلنا وفوق ما نطلب يا أكرم الأكرمين يا رب رب لنا أبناءنا بالإسلام وارجقنا شهادة في سبيلك على عتبات الأقصى وانصر إخواننا في كل مكان واخذ الآن الباطل في كل مكان وقيض لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الضاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤخذ فيه على أيدي الكفرة والفسدة والطغاة والمعتدين يا رب العالمين إنك يا ربنا نعمل مولونا من نصير اللهم رد الدعوة والدعاة إلى منابرهم وإلى دعوات خيرا مما كانوا يا رب العالمين إنك نعمل مولونا من نصير اللهم أمين اللهم أمين كزاكم الله خيرا دكتور عبد الرحمن وبرك الله فيك ورزقنا الله وإياكم متابعة بنا الحج والعمرة اللهم أمين مشاهدين الكرام قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تابعوا بنا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أصدق الله في نيتك من الآن جد نية مع الله سبحانه وتعالى أن يرزق الله سبحانه وتعالى حج بيت الله الحرام وأن ترزق زيارة بيت الله الحرام ولا تخف من إنفاق أو من تصدق أو من بذل مال فإن الله عز وجل سيعوضك والمتبعب بين الحج والعمرة فضلها عظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشاهدين الكرام بهذا الحد لكم قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة لكن لازلنا مع حضراتكم طوال هذا اليوم مفتوح مع نقبة من علمائنا ومشايخنا سئلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوقوف بعرفة وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا اللهم أمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك